وصل وهنرجع تاني زي ما قلنا ان اللايف ده بنتكلم على وسيلة منع الحمل المثالية وقلنا ان هي تكون وسيلة امنة وان هي تكون فعالة وان هي تكون طويلة المفعول وان العينين يقبلوها او الحالات يقبلوها وان هي ما تبقاش محتاجة رعاية طبية وان هي تكون رخيصة وان هي تكون يعني ملهاش علاقة بالعلاقة يعني اللي بين الراجل وامراته ان هي يعني سهل ان العين يستخدموا مش عايزة دكتور يركبه مثلا وان هي لما بطلوا الوسيلة تحمل ادي مثلا احد الشروط لان هي بيبقى لها شروط الوسيلة دي بيتراوح من 4-5 شروط الى 12 شرط فيه شروط تانية اللي يكمل الى 12 شرط ان هي تبقى متوفرة والشرط اللي بعد كده ان هي يبقى لها ميزة اخرى بتجنيها العينة مش مجرد ان هي منعتها يعني ممكن يفيدها فايدة اخرى غير ان هي منعتها واخر حاجة ان هي فعليتها تبقى موجودة على طول طب تعالوا لو حطينا كل موانع الحمل اللي موجودة قصدنا على الترابيزة وحطينا الـ 12 شرط دول هنلاقي مفيش وسيلة بتحقق 3-4 منهم 5 منهم لان مين الوسيلة الـ Available يعني المتوفرة طب انتو في الـ يعني انا بقى لي شهر معاكو في اللايف او شهر ونص بنتكلم على موانع الحمل بتبعتولي انا مش تلاقي القرص دي اعمل ايه انا مش تلاقي اللولاب دا اركب ايه انا مش تلاقي القرص النوعية التانية مش تلاقي الحقنة اعمل ايه فالحاجة مش اقفلها والكلام دا ظاهرة مش موجودة في مصر برضو وموجودة مش موجودة على طول طيب لو تعالى ان احنا الامان ما في حاجة منهم إلا ولها اعراض جانبية ولها محاذير ولها علامات خطر زي ما انا قلها لكو لو حدست العيانة تبطل الوسيلة دي فورا او جاري تروح للدكتور مفيش وسيلة منهم مش عايزة متابعة طبية إلا فيه مع نظر يعني وحتى اللي ميبقاش محتاج متابعة طبية بيبقى فعليتها ضعيفة لازم تبقى فعالة يعني بصوا حتى لو تلاقوا فيها ميزة هتلاقوا فيها عيو تلك الوسيلة دي ما فيه وسيلة إلا وبتترك أثر على القدرة المستقبلية على الإنجام ما فيه وسيلة إلا ولو حملت ممكن تعمل مشاكل في الحمل نفسه اللي حصل وهي بتستخدم الوسيلة ما فيه وسيلة كتير منهم لو يؤثر في الرضاع ما فيه وسيلة فإذا الشرط ده سقط وبالتالي ما فيه وسيلة منع حمل مثالية خالص ديه أول حاجة نحطها في ذهننا وأنا بفطفط لكم وهقول لكم أنا ليه حطيت العنوان فطفط الحاجة التانية أنا أول لما بدأت أدرس يعني في كلية الطب من حوالي يعني تلاتين سنة مثلا بدأت أدرس فجأت إن بيجي بشوف الناس بره بيعملوا إيه وهما بيستخدموا بذاكر علشان أدرس لإخوات الصغيرين وأولاد الطلبة بذاكر فقال لك إن الأساسا الدكتور علشان يقعد مع الحقيق العيانة ويكلمها على موانع الحمل لازم يقولها الآتي نمرة واحد إيه المميزات بتاعة هذه الوسيلة هذه نمرة واحد نمرة اثنين يقول لها المحاذير والخطورة الرزق ويحط لها قدامها البدائل المتاحة علشان تمنع بيها حمل الالترنتف ويخليها تسأل قدي البدائل هو يا بنت المتاحة صدنا هي يخليها تسأل وبعدين بعد ما حطوا البدائل بيبتدي ياخد القرار معاها استقروا على وسيلة بياخد بقى يقولها تعالي يا بنتي هذه الوسيلة نمرة واحد طريقة العناية بيها ازاي يعني اقراس منع الحملة لو هتاخديها تاخديها فوقت محدد في اليوم ما تاخديهاش مرة الصبح ومرة بالليل تخلي بالك لو جالك إسهال ايه المشاكل الكومن معاها لو انت جالك إسهال خلي بالك ممكن تخلي بالك وانت بتاخدت بلغ الدكتور عشان هيقولك تعملي ايه لو رجعتي تعملي ايه في الاقراس يعني فيه تفاصيل انت مركبة لو لا نبقى بتلاحظي لو حصل المشكلة الفلانية فيه مشاكل بتحصل ازاي تهتم بالنظافة الشخصية عشان ما تخصش في مشاكل بشرح لها كل حاجة بالتفصيل وبقول لها ايه الحاجة اللي لو حصلت اللي هي اللمبة الحمرة اللمبة الحمرة لو بتاخد مثلا اقراس منع الحملة حصل لها صداع الضغط علي جالها سكر جالها نزيف جالها صفرة جالها حاسة بمقدمات جلطة حاسة رجلها تقيلة حصل لها نزيف مهبالي حملت الدورة غيبت جاريها الدكتور علامات بنسميها الرد واللولة بشرحه حصل ان عندها افرازات صددية بتنزل منها امراض نساء درجة الحرارة عالية مع شوية الافرازات البسيطة دي لان ده معناها ان فيه بقرة صددية تكونت في الحوض وممكن تترسى على خدريك في الاوتجار يتروح للدكتور حصل لها حمل داخل ولا خارج الرحم مش حاسة الفتل فابتدي شايفين بحق العيانة بيتقلها تفصيل هذا الكلام كله وبعدين اخر حاجة بقى وانا بدرس لقيتهم بيقولوا مضي العيان انا عربيض امضي العيان انا استخرط فروحت اسألت اصدزتي انا هدرس ما قول حاجة انا مش هدرس حاجة مش فاهمة قالك لا يا ابن الطب برا كده يمضي العيان لان هذا الكلام ليه اهمية انا بسأل بزمتكم انا بعد ما انا دلوقتي دخلت في الممارسة الطبية عديت السبعة وثلاثين سنة ودخل على الاربعين سنة بمارس طب عديت التمانية وثلاثين دخل في التسعة وثلاثين يعني انا ببتدي التسعة وثلاثين سنة في الممارسة الطبية ينفع يا بنات ان انا بقى عارف الكلام ده وما وعيكوش بيه ما انا لما وعدكو بيه في ناس زعلت قالوا انت بتسدد لنا السكة انا ما مسددش السكة الكلام اللي درستو وبيتعمل برا بناتنا عندي اخلاق ان هم يعرفوه يبقى عندهم الوعي ده دوري وانا اقول لكو بصراحة انا الناس بالنسبة لموانع الحمل انا مش الدكتور المناسب ان انا اراكب الوسيلة او انصح بالوسيلة لان انا كشفي غالي يعني انا مش هقول لكو نص نص بناتنا اللي بيسمعونا هيقدروا يجولوني لا ده انا بقول لكو فوق التسعين ده انا انا افتفضلكو اقول لكو فوق التسعة وثلاثين فوق التسعين في المية من الناس اللي بيسمعونا مش هيقدروا يجولي ولو قدروا يجولي مش هيقدروا على المتابع مرة عملت لهم استشارة فري طب و تاني مرة طب ما هنا فيه عندي رعاية طبية للولاب المفروض تكشف عليه اول تلاتة شهر تروح للدكتور لازم يشرح لها تعمل رعاية طبية ازاي لازم يعرف لها تحس الفتل ازاي ويشرح لها لازم لما تجيلوا واحدة بتاخد الحقنة ولا بتاخد برشام منع الحملة اصلاها الضغط بانتظام ويعمل لها تحاليل نشوف دهون الدم نشوف السكر طب انا الكلام اللي زي ده يبقى عندي غالي طب ما تعمله مجانا لكن انا اللي اقدر اعمله لمية في المية من اللي بيسمعوني ان انا وعيهم وفي معلومة تانية قولها لكم وانتوا زي ما بيقولوا الحاجة لو خرجت من قلبي هتوصل لكم انا احساسي بيكو انه كنتوا بناتي فانا القدر بتاع بناتنا انه هم اللي بيستخدموا الموانع مش الرجالة وده الاغلب لان الوسائل الفعالة بيتستخدمها المرأة المصرية والمرأة العربية فهي بتعرض نفسها لخطورة فأبنى درجة بنوعيها وانا بقولك يا بنتي وانت راحة تختاري الوسيلة قدي حقوقك وانت راحة للدكتور طالبي بيها طب انا ما قلنا بقى الحديث بتاعنا فاطفالا انا اول برضو ممارست طب كنت ايه رحت اشتكيل لأسات ذاتي علاقتي بيهم بتبقى علاقة يعني اثرية يعني بعتبروا ابويا يعني فبقوله يا بيه العيانة انبارح جالي عيانة في العيادة وقعدت اشرح لها الموضوع عشر مرات وقعدت اشتكيله علشان ايه طيب خطر بكلمتين ويقولي بتاع حاجة كده انا كنت متواجد ففجيط بردو قال لي شرحت لها عشر مرات اشرح لها الحداش حقه فانا بقولوكو وانت رايحين لندكاترة وبقي تعمل كده فالعيانين من ساعة ما عملت كده انا طبعا ما بوصلش لعشرة انا بشرح مراتين ثلاثة وبكتب ورقة علشان يبقى ايه العيانة معها بالامنة يعني علشان انا مقدرش يعني اوصل لعشرة دي اللي قال عليها واستاذنا لكن انا بديلكو عشان الواحد يبقى عارف انه لو الحالة طلبت لغاية عشرة عمره يعني من حقها انها تعرف لغاية لما تفهم فبعد ما عرفت ده طب ماذا حقكو لان انت بتعرضي نفسك لخطورة طب واحدة بتعرض نفسها لخطورة يبقى هي لو غالي علي مش اوعيها تبقى عارفة لما حصلت المحذر دي جاري لندكاترة وتبقى عارفة ايه اللي يحميها بدل ما تفاجأ زي منتوا لو قريطوا الرسائل اللي جاية لي اللي جالها جلطة واللي عندها حصل لها تغير في دهون الدم واللي حصل لها مشاكل في المخ واللي حصل لها واخد بالسيادتك كان عندها بقرة صراعية ظهرت وعمالة تاخد العلاج يا ولده ومكملة واللي لو زادت في الوزن وبدأ يجي لها ضغط وسكر وعمالة تاخد الموانع لان الكلام ده انا قلته لكم وقلخصه لكم تاني يا بنات الهرمونات لما بتتاخد في الجسم بتتحول لان دي هرمونات مش رباني ممكن تتحول لهرمونات زكورة جوه الجسم وبتبقى هرمونات زكورة شديدة تضراوة وهذا التحول داخل الجسم بيتم في الدهن فبص تلاقي العينة تسمن قدرة الدهن على تصنيع الهرمونات بيزيد فتلاقي تخش في دائرة مفرغة الحالة تتطهور وهرمونات الأنوسة تزيد فتبتدي بنتنا دي يجي لها أورام حميدة أو خبيثة في السادي وبعضهم بعد ده في الرسائل ودي كنت شفته يجي لها أورام ليفية يجي لها ابطنة مهاجرة يجي لها ألام في الدورة الشهرية تفقد الرغبة في العلاقة الزوجية يجي لها سلس بول يجي لها ضغط يجي لها سكر يجي لها جلطات يجي لها شاشة عظام كل الكلام ده كمان بيزيد عليه لما الهرمونات دي تزيد قدرة الكبد والكلة على التخلص بتضعف وبيبتدي يا ولدها في الحالات اللي زييدة الكبد والكلة يتعبوا فبيبقى تراكم الهرمونات ده بيزيد شايفين العملية بيزيد إزاي؟ زائد إن الانتشار اللي موجود في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي للأكل الديليفري الأكل الديليفري اللي مليان هرمونات اللي مليان هرمونات تانية إضافية يبقى بنتنا دي بتاخد قرص من الحم وبتاخد هرمونات في الأكل وبتاخد هرمونات بتصنع في الدول وبتاخد كمان بيحصل خصور في وظائف الكبد والكلة وفي بعضهم بتوصل بهم بدرجة أن تبقى بنت عيلة صغيرة وبتغسل كلة مثلا فبيحصل تراكم للهرمونات شوفوا أربع حاجات فبتبتدي تخش في دائرة مفرغة وطائرة في التدهور فحقكو علي أننا وعيكو وأننا أقولكو فلما بتروح تستخدمي وسيلة اعرفي حقك اعرفي مميزات ايه العيوب ايه البدايل ايه هنختار الوسيلة دي ليه بتعرفي كل حاجة بالتفصيل امتى تروحي للدكتور تسيبي اللي وراكي واللي قدامي ولو سمحته ولدنا من أزواجكو يبقوا حارسين ان هما يروحوا معاكو او يبقى لهم تواجد يعرف يتقلوكو ايه لأن ده يبقى عينو عليكي يعني انت لو أهملتي وبتاخدوا على خاطركم من ردودي ما انا لازم اقولكو الصح طب انتو لو ما اطرحي تقولوا الصح العلم اللي انا اتعلمته ودرشته ودرشته للناس ولا اضحك عليكو عشان ما تزعلوش مني ازعلكو واعتاب بعضكم في رسائله يعز علي بس لازم ابقى امين معاكو لأن انت يا بنتي ما ينفعش تاخدي موانع للحملة تتأذي بها ازي بقيت عمري الحاجة اللي بعد كده اللي احب اقولها لكم ان وسائل منع الحمل بتتصنف في اربع محطات او اربع درجات في درجة ان الوسيلة دي امان خالص وفي درجة ان الوسيلة دي فايدتها اكتر من ضررها وفي درجة ان ضررها اكبر من فايدتها وفي درجة ان فيها خطورة بالغة على الحياة ده اقول لكم سر وده حقيقة مفيش حاجة ثابتة ممكن الوسيلة دي بالنسبة للعيانة دي بالنسبة لبنتنا ايه بالنسبة لبنتنا فلانة تبقى هي من اول درجة اللي هي الامان ممكن تبقى من ثاني درجة وممكن لبنتنا دي بعد سنتين ثلاثة من الاستخدام او حصل حاجة في حياتها تتحول للدرجة الثالثة او الربعة فبنتنا دي هل عندها الوعي ده اللي انا بعمله في حملة بقى لشهر ونص انا بقولها لكم علشان انتو تعزوا علي بدل ما نعالج مضاعفات علاجها صعب لان الهرمونات لو حصل خلل الهرمونات ده ولا ثابت الاصر بيبقى صعب علينا نعالجه طب انا اقول لكم سر تاني في حالات بتيجي لنا الكلية وانا كنت بحضر لها كونسولتو بيتعمل كونسولتو كنت انا بحضر كونسولتو ده كطبيب صغير واستقسات الزتي تتحط الحالة ونيجي نقول الحالة دي يا بيه انا بعرضها على الكنسولتو ده لان الحالة بجت صعوبة في اختيار وسيلة منع الحمل ايه رأيكم ان في حالات صحيح ندرة بيكون القرار ان انا ما ندهاش موانع خالص والله العظيم زي ما بحكي لكم كده طيب نعمل ايه في الحيانة دي يا بيه يتقال ان هذه الحالة خطر على حياتها ان نستخدم لها اي موانع ما فيش غير الموانع اللي هي تأثيرها ضعيف وضعيفة اللي نستخدمها ودن هذا القرار خيار مفتوح لغاية لما انا بقيت احضر الكنسولتو ده وانا بقيت انا الراجل العجوز اللي وسط هذا الكنسولتو وبيبقى القرار برضا ان ما ناخد لهاش موانع وانا لا قدر الله لو حملت الحالة دي نعمل لها نعمل كونسولتو تاني ونعمل لها ايجهات طيب لان الوسيلة خطر على حياتها طيب ما هو فيها عيانة ولدت وصلت للمرحلة دي غالبا لا هي باهمالها في صحيحة او باستهترها في اخدان موانع الحمد او يا ولده ملاقيتش حد يوعيها وصلت لهذه الدرجة فانا بقولكو حقكو علي ان انا وعيكو واقولكو الكلام ده عرفتو انتو غالين علي ازاي وزعلكو برضو عتابكو اللي باين في بعض الرسائل غالي علي فانا بكررلكو تاني عشان الخص مفيش وسيلة منع حملة امنة كل وسائل منع الحملة لها مشاكل ان المرأة المصرية بتتحمل عبء اضافي لما بتاخد هذا الكلام لازم تبقى عارفة ان راس مالها صحتها لازم تبقى عارفة ان هي ما تتنقلش من وسيلة اخرى بدون استشارة طبية ان يبقى عنيها وسط راسها لما يحصل مشاكل جري على الدكتور لان في علامات خطر قلنا هلكو قبل كده في اللايفز اللي قبل كده ودي نلخصت بعضها المرات ان يبقى جوزها واهلها عينهم عليها لانه بيبقوا شايفين ان بدأ يبقى لها مل الاكتئاب من بدل ما يلاقوها عصبية وعمالة تتقانق مع كل الناس يقعدوا دماغهم تروح العصبية دي سببها ايه ويحملوا عليها عبء نفس اضافي يشوفوا ما ممكن يبقى الوسيلة انها تغير الوسيلة دي تروح تغيرها لان دي علامة مكتوبة في الكتب ان لو حصل مل الاكتئاب او تفقد مثلا العلاقة الحميمية تفقد الرغبة فيه يبقى برضو ده مصدر مشاكل وبدل ما يقعد بقى يعمل ده مشاكل رهيبة طب ما تروحوا تشوفوا ما يا ولدها ممكن تبقى معذورة يتغير لها الوسيلة قديني بقى لها القهود اللايف الجاي ان شاء الله يوم الخميس الجاي هفتح صفحة جديدة وموضوع جديد بيه برضو بحاول وعي في بناتنا لاننا نعتبر ان ده دوري انا بدرس طب طول عمري علشان اوصله ليك ووعيك لان الوعي ده هو اساس اننا حافظ على صحة المرأة المصرية لان المرأة المصرية زمان كانت هي اللي شيلة البيت وما زالت زاد عليها كمان عبء اضافي ان هي بدأت تساهم في مصارف البيت وزاد عليها في بيوت مفتوحة بجهد المرأة فما ينفعش كل هذه الاحباء واسيبك يا بنت تقذي روحك وما وعيكيش حتى لو هتزعل مني من كلامي ده لكن تأكدوا انا تعلمت من اسد زيتي ان هما لما حبوني فادوني ما دلعونيش وما قالوا ليش الكلام اللي بحب بسمعه قالوا لي الكلام اللي يفيدني ويخليني يفيد حلادي وانا باعتبر استكمالا للعلم اللي تعلمت منهم وربنا يديهم الصحة وطلط العمر أسد زيتي ما بقى منهم على قيد الحياة يديني الصحة وطلط العمر ويجمعني على خير مع أسد زيتي اللي سبقوني لدار الحق واتمنى ان انا وصل رسالتهم دي اللي قالوا لي اسرح ووعي وقولي الحالات والكلام اللي زيه ده مهما كان الكلام ده فيه معاناة وانا برضو يعني خطركم علي غالي بس صحتكم عندي أغلى والاسبوع الجاي هنتكلم على موضوع تاني برضو فيه يعني أغلى ورده برضو للأسف وهي مشكلة تأخر الحمل اللي باقت ظاهرة توجع القلب